السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال صاحب البيقونية مسلسل قل على ما وصف أتى مثل أما والله أنبأني وفي بعض نسخ أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائمة أو بعد أن حدثنيه تبسما الحديث المسلسل هو الذي يأتي على وصف ويكون المسلسل في المتن أو يكون في السند ويكون بالقول أو يكون بالفعل ومن الكتب التي صنفت في ذلك كتاب المسلسلات الكبرى لليام السيوطي جمع خمسا وثمانين حديثا نذكر الآن حديث المسلسل بالابتسامة حديث علي بن ربيع عن علي بن أبي طالب وهو مروي عند التربذ وإبي داود وهو حديث حسنه الألباني وأيضا حسنه أهل العلم يقول كنتما علي فلما ركب على دبته وضع رجله في الركاب قال بسم الله بسم الله بسم الله يعني سمى الله ثلاثا فلما استقر عليها حمد الله ثلاثا الحمد لله الحمد لله الحمد لله في رواية مسلم عن ابن عمر أن النبي كان يحمد الله ويكبره ثلاثا يعني يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله سبحان الذي سخران هذا ما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمقربون ثم قال سبحانك لا إله إلا أنت قد ظنمت نفسي وفي رواية ظنمت نفسي فأغفر لي فإنه لا أغفر الظنوب إلا أنت ثم تبسم فعجب علي بن ربيع من فعل علي بن أبي طالب قال فيما تبسمك يا أمير الممين قال هكذا رأيت النبي قال وفاعل عليه الصلاة والسلام ثم تبسم فسألته قال يعجب الله من عبد حين يقول ربي اغفر لي ذنوبه علم أن له ربا وأنه يغفر الذنب وفيها زيادات عند البيق وعند ابن مردوي فحرصوا على هذا أيها الكرام الفضلاء وهذا هو الحديث المسلسل بالابتسامة وهي سنة يغفر عنها كثير من الناس وصلى الله عليه وسلم أخبر دعوانا الحمد لله رب العالمين